أهلا بكم إذن مدرب أغندا الجزائر هي المرشحة للتأهل إلى المونديال تحدث المدير الفني للمنتخب الأغندي ميلونين سيرو دوفيتش عن حضوظ فريقه في تصفية كاس العالم 2026 بعدما أوقعته القرعة مع المنتخب الوطني الجزائري وقال ميلوتان سيرو دوفيتش لقد أوقعتنا القرعة في مجموعة صعبة جدا وأعتبر منتخب الجزائر المرشح رقم واحد للتأهل ومع ذلك سوف نقول كلمتنا وتابع التقنية الصربي في كلتا مبارتين تصفية كان 2024 أمام الجزائر التفاصيل الصغيرة هي التي صنعت الفارق لكن هذه المرة سنكون منافسين أقوياء ضد رفقاء القائد رياض محرز وأسفرت نتائج قرعة تصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026 المقررة بكندا أمريكا والمكسيك عن خمس منتخبات تنافس المنتخب الوطني الجزائري وستواجه جزائر كل من غينيا، أغندا، موزنبيق، بوتسوانا والصمال في خبر ثاني إليكم موعد انطلاق بطولة كاس أمم إفريقيا المقبلة ستشهد بطولة أمم إفريقيا المقبلة بالكورجيفوار تنافس 24 منتخبا على تتويج بأغلاء الكؤوس الإفريقية وستنطلق بطولة أمم إفريقيا في نسختها المقبلة في الثالث عشر من شهر جون في المقبلة على أن تستمر لمدة شهر كامل يذكر أن المنتخب الجزائري تأهل رسميا إلى النهائيات بعد تصدره للمجموعة التي ضمت كل من ضنزانيا، نيجر وأغندا يجدر بالذكر أن النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا أقيمت في الكاميرون وتوجبها منتخب السينيكار وسط رقب لمستقبله فارس شيبي يشرى في التحذير للموسم الجديد عاد أدولي جزائري فارس شيبي إلى أجواء التدريبات مع نجيه تولوس الفرنسي استعدادا لبداية الموسم الجديد وقدم المهاجم فارس شيبي مستويات رائعة في الموسم المنقذي رفقة فريقه تولوس الفرنسي وقاد اللاعب الجزائري فارس شيبي فريقه تولوس للتتويج بكأس فرنسا ونال مهاجم الخضر فارس شيبي جائزة أفضل لعب سعد في الدور الفرنسي للموسم المنقذي ججر بذكر أن شيبي يمتلك عروض مهمة من العديد من الأنجية الأوروبية للظفر بخدماتها خلال فضة الانتقالات الصيفية الحالية وأبرزها ناجي أندر لاخت فرانكفورت الألماني أونجي يرفض عرضا بقيمة 4.5 مليون يورو لبيع حيمد عبدالي كشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة ناجي أونجي الفرنسي رفضت عرضا رسميا من فريق أندر لاخت البلجيكي بخصوص لعبها الدولي جزائري حيمد عبدالي وحسب ذات التقارير فإن ناجي أندر لاخت البلجيكي تقدم بعرض رسمي لفريق أونجي من أجل التعاقد مع لعب الخضر عبدالي بقيمة 4.5 مليون يورو خلال أمريكاتو الصيفي الحالي وأكدت نفس التقارير أن مجلس إدارة ناجي أونجي يعتبرون لعب وسط ميدان الخضر أحد أبرز العناصر في الفريق الفرنسي وغير مستعدين للتخلي عنه إلا في حال تقديم عرض جيد يذكر أن حيمة عبدالي قدم مستويات جيدة رفقة فريقه أونجي الفرنسي خلال المسلم الماضي رغم سقوط ناجيه إلى الليكدور وفي الأخير لا تنسوا دعمنا بالقناة جام وتعليق اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد كان هذا كل شيء نلتقي في فيديوهات أخرى والسلام عليكم